29 أكتوبر وذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية عام 1954 بعد حدث المنشية وعتقد أنه ده ما كانش الحل الأولاني يمكن كان فيه قبل حل لهذه الجماعة الإرهابية تقريبا فيه 48 وكمان في 2013 ده كان يمكن الحل الثالث لهذه الجماعة الإرهابية انتحدث لضفنا دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخي الحديث والمعاصر بجامعة عن شمس عن كل هذه التفاصيل مساء خير على حضرتك رقم مساء خير يا فنة نتكلم على حل لجماعة الإخوان الإرهابية في 29 أكتوبر ويمكن كنا بنتحدث قبل الفصل أنه ده مش الحل الأولاني ده يمكن كان الحل الثاني تمام الحل الأول كان فيه 8 ديسمبر 1948 وعلى أثر هذا الحل تم اغتيال رئيس المزرعة النقراشي هو الحل الثاني 29 أكتوبر 1954 بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيه المنشاية والحل الثالث والأخير اللي هو 23 ديسمبر 2013 وكتير من المؤرخين بيركزوا على 1948 باعتبرها السنة اللي شهدت كثير من الأعمال الإرهابية للجماعة لكن الحقيقة عايزة أقول لحضرتك سلسلة كانت من الاغتيالات آه يعني حادث السيارة الجيب واغتيال القاضي الخازندار ونشاطات إرهابية في مختلف محافظات الجمهورية خلينا أقول لحضرتك أن الأمر أبعد من ذلك بكثير يعني الجماعة نفسها بدأت كجماعة إرهابية وبرضو إحنا يعني دايما نقول أنه الجماعة بدأت دعوية 1928 ولما انتقلت إلى العمل السياسي مارست الإرهاب الحقيقة ده مش مظبوط هو قبل انتقالها للعمل السياسي هي ولدت جماعة إرهابية ولدت جماعة بترفض الدولة المدنية ووردت في مواجهة القوى السياسية المدنية الأخرى وعشان كده يمكن أنا ممكن أرجع ليه جريدة النزير ونلاقي فيه حتى أبو حسن البنة نفسه بيشير إلى أنه المجتمع أصبح مجتمع منحرف والشباب منحرف وبيدعو شباب الجماعة للنزول إلى الشارع وتقويم الشباب ده هو بيستخدم تعبير جرعوهم العلاج طب يعني المصطلح هنا مصطلح في عنف يعني يتجرعوا العلاج بالقوة اللي ما ينفعش معه العلاج بترو والبتر هنا معناه عنف ومعناه إرهاب ترجمة نانسي قنقر